شركة المانية تعوض النمسا عن وقف امدادات الغاز من روسيا مفاوضات تشكيل الحكومة تناقش ملف تسهيل الحصول على الجنسية شالنبرغ يدعو لسلام شامل في اوكرانيا ويقدم مساعدات جديدة التضخم يستقر عند 1.8% في اكتوبر رغم ارتفاع اسعار المواد الغذائية زيادة فواتير الكهرباء في النمسا قد تصل الى 45% من العام المقبل التفاوت الاجتماعي يؤثر على فرص التعليم الجامعي في النمسا والعثور على امرأة متوفية كانت حيواناتها تتغذى على جثمانها السلام عليكم مشاهدين والى حضراتكم نشرة الاخبار وفي التفاصيل اعلنت شركة المانية مشغلة للنفط والغاز ان محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في موكران بجزيرة روجن تمتلك قدرة دعم فوري لامدادات الغاز النمساوية بعد تعليق روسيا امداداتها لشركة اونفو النمساوية وذكرت الشركة ان المحطة التي بدأت عملياتها في سبتمبر بطاقة سنوية 13.5 مليار متر مكعب توفر انتاجية كافية لدعم الدول المجاورة واكد ستيفان كنابي رئيس المجلس الاشرافي للشركة ان تطوير القدرات قدرات الغاز المسالي الالمانية جرى مع الاخذ في الاعتبار فكرة التضامن الاوروبية وجاء ذلك بعد توقف شركة غازبروم الروسية عن الامداد بسبب العقوبات الاوروبية المرتبطة بحرب اوكرانيا والخلاف بين موسكو وفييننا تعتزم الاحزاب الثلاثة حزب الشعب والاشتراكي ونيوس مناقشة ملف الجنسية النمساوية ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة حيث بارزت خلافات واضحة بينهم ويتبنى حزب الشعب موقفا متشددا اذ يرفض تسهيل الشروط ويقترح تشديد القواعد المتعلقة بها خصوصا فيما يخص فترة الاقامة والقدرة على اثبات الاستقلال المالي فيما يدعو الحزب الاشتراكي ونيوس الى تخفيف القيود الحالية مع التركيز على جعلها متاحة بشكل اسرع بشكل اسرع للمهاجرين المؤهلين بما يشمل الاطفال المولدين في النمسا ورغم التباين ابدى حزب الشعب استعداده لتقديم تنازلات محدودة دعا وزير الخارجي النمساوي الكسندر شالنبرغ الى انهاء فوري لحرب اوكرانيا مؤكدا ضرورة ان يكون السلام شامل وعادل وفق القانون الدولي وفي رسالة بمناسبة مرور الف يوم على الحرب شدد على ان القرار بشأن السلام يعود للاوكرانيين مع تحميله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسئولية عن الدمار والمعاناة واعلن شالنبرغ عن تقديم ثمانية مليون يورو اضافية كمساعدات انسانية منها خمسة مليون لمشروع ازالة الالغام لتحسين الاراضي الزراعية وثلاثة ملايين للصليب الاحمر الدولي ومنظمات اممية لدعم الجهود الانسانية في اوكرانيا وملدوفا مؤكدا اهمية عدم افلات المسئولين عن الحرب من العقاب اعلنت هيئة الاحصاء النمساوية ان معدل التضخم في اكتوبر استقر عند 1.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 متطابقا مع التقديرات الاولية وبقي التضخم للشهر الثاني تحت هدف البنك المركزي الاوروبي 2% بينما ارتفع متوسط الاسعار مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة 0.3% واوضح المدير العام للهيئة توبياس توماس ان انخفاض اسعار الوقود والطاقة كان له اثر كبير في خفض التضخم رغم استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية بوتيرة اعلى هذا وقد سجلت الملابس اعلى زيادة شهرية بنسبة 3.5% في حين انخفضت تكاليف الطاقة المنزلية بنسبة 2.9% اوضح الدراسة من بوابة دورش بليكر ان الاسر في النمسا قد تواجه زيادة في فواتير الكهرباء تصل الى 45% في التكاليف السنوية اي ما يعادل 725 يورو في بعض الحالات يأتي ذلك مع بداية عام 2025 حيث تنتهي صلاحية فرملة اسعار الكهرباء الحكومية وتزداد رسوم الشبكات فيما اشار الخبير اشتيفان شبيكال هوفر الى ان الاسر التي لم تغير عقودها ستتأثر بشكل اكبر حيث يدفع هؤلاء نحو 25 سنة لكل كيلو واتس في الساعة مقارنة ب20 سنة للمتعاقدين حديثا كما سيتحمل المستهلكون كامل التكاليف مع انتهاء الدعم الحكومي مما يرفع العبء المالي خاصة مع عودة رسوم دعم الطاقة المتجددة وزيادة رسوم الشبكات اظهر الدراسة الجديدة حضر الوضع الاجتماعي للطلاف النمسا استمرار تأثير الخلفية الاجتماعية على فرصي متابعة التعليم الجامعي وبينت الباحثة فيلستا زوشا من معهد الدراسات العلية ان الاطفال من اسر ذات مستوى تعليمي منخفض يواجهون تحديات اكبر حيث ينتمي 52% من الطلاف الجامعات العامة و 65% في جامعات التطبيقية و 71% في البرامج المهنية الى اسر غير اكاديمية وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي الى 40% في العام الدراسي 2022-2023 اشارت زوشا الى ان النظام التعليمي لا يزال يفتقر الى المرونة الاجتماعية مع استمرار التفاوت بناء على مستوى تعليم الوالدين عثرت الشرطة بمنطقة تفران ناخ في شتاينمارك على جثة امرأة تبلغ من العمر 60 عاما داخل منزلها بعد اسابع من وفاتها حيث بقيت حيواناتها الاليفة على قيد الحياة ويعتقد انها تغذت على جثمانها واوضح المتحدث باسم الشرطة ان المرأة شهدت اخر مرة في السابع عشر من اكتوبر وتم الابلاغ عن فقدانها في الخامس عشر من نوفمبر وعثر على جثمانها خلال عطلة نهاية الاسبوع ورجحت التحقيقات وفاتها الطبيعية دون شبهة جنائية وجرى تسليم الحيوانات الاليفة لعائلة المتوفات ورغم غرابة الحادث اكدت الشرطة احترامها لخصوصية العائلة وذكرت ان التحقيقات مستمرة لاستكبال تفاصيل الواقع كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم وأذكركم أيضا مشاهدين بضرورة تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم أطيب الأوقات كنت معكم أنا أدهم اللي جي وإلى اللقاء